فالمسيح متفرد في كل شيء المسيح فريد في ميلاده ولادته من عذراء المسيح فريد في التعليم فريد في معجزاته فريد في موته في قيامته المسيح فريد في صعوده إلى السماء وفي مجيءه ثانية المسيح فريد في طبيعته في شخصه في صفاته فالمسيح هو ابن الإنسان الكامل وهو ابن الله وهنا نرى اتحاد الناسوت باللهوت اتحاد كامل ثم شيء ما يميز يسوع المسيح أحبائي أن يسوع المسيح هو الإعلان النهائي هو الإعلان الكامل الذي لا إعلان بعد يسوع المسيح وهذا ما كتب بالوحي من الروح القدس فإذن لا حاجة أن يكون أي نبي بعد يسوع المسيح ولا حاجة ليكون أي كتاب بعد يسوع المسيح وحقيقة كما نؤمن نحن المسيحيون إذا كان في إعلان يعني أي نبي أو نبوة أو أي كتاب بعد يسوع المسيح فيعتبر هرطقة وتعتبر بدعة ودين ودين طبعا مش بحسب الكتاب المقدس وحتى بعد المسيح في كتير إلى اليوم طلعوا في بدعة كثيرة منها بدعة الغنصية التي أنكرت لهوت يسوع المسيح وبدعة التي أنكرت مجيء المسيح بالجسد وبدعة طبعا دعاة التهويد وبدعة وديانات مزيفة ما أكثرها في هذه الأيام والكتاب واضح جدا وهذا السلطان فقط من حق يسوع لأنه هو الإعلان الكامل اسمع ما يقول الكتاب المقدس الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه أي في يسوع المسيح كلمة الله في ابنه بعدين الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به عمل العالمين لاحظ التعبير الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته فهل يعقل بعد ما إن جاء الكامل يسوع المسيح أن يرسل أي كتب أو أي إنبياء بعد المسيح وأقول هذا طبعا بكل محبة وبكل احترام لأنه أي شيء يناقض الكتاب المقدس فنحن طبعا بالطبع لا نقبل هذا الشيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر